شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة إنجليزية لتخصيص أراضي لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق بثثمارات تبلغ 300 مليون دولار وبموجب العقد سيتم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي على أن يتم سادات ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية ويجتمل المشروع على إنشاء أول كليات إنجليزية للطب والتمريد والعلاج الطبيعي في الشرق الأوسط وإفريقيا بشاركة مع جامعة بانك هام البريطانية وكذلك إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة جونسون عن جونسون العالمية وإكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الضقيقة في الوجه والفك والرقبة وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بساعة 76 ورفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر